جامعة العربية عندها جلسة شديدة الأهمية قمة يوم الخميس اللي جاي ولازم قدر الاستطاعة ندي لحضراتكم ممكن من النهاردة كمان نعرف أجواء اللي ماشية في البحرين إيه اللي بيحصل في البحرين الأحاديث التي يتحدث هناك والكلام اللي بيتم وما إلى ذلك خليني أخد معايا زميل العزيز محمد عبد الله موفد التلفزيون المصري من المنامة زاكي محمد أهلا أهلا بيك يا يوسف زاكي حبيبي أنا كنت شايفك وكنت تجري لقاء مع سادة سفير حسام زاكي وكنت عايز أعرف منك يعني ملخص لهذا اللقاء وأيضا يعني ما الذي يدور حولك في المنامة يا محمد طيب خليني ابتدي ما الذي يدور حولك في المنامة وبعد كده نتكلم على اللقاء الخاص لتلفزيون المصري مع سادة سفير حسام زاكي الأمين العام المساعد ما الذي يدور في المنامة اللهجة اللي أنت بتتكلم بها يوسف حالة الغضب وحالة الاشمئزاز من التصرفات الإسرائيلية المفجعة التي دخلت شهرها الثامن على المواطنين العزل في قطاع غزة هي حالة الغضب هي موجودة هنا حالة الغضب دي موجودة لدى الإعلاميين اللي التقنا بيهم من مختلف الدول العربية حالة الغضب موجودة لدى المواطن العربي في الشارع العربي وأيضا موجودة لدى المسؤولين والاجتماع الحاصل صباحا اليوم لوزراء الخارجية العرب وبالتالي هذا هو بينعكاس لما يدور في أذهان القادة والزعماء فيما يتعلق بالملف الفلسطيني الملف الفلسطيني بيلقى بظلاله على أعمال القمة العربية الثلاثة والثلاثين هي دورة عادية لكن الأحداث التي تحيد بها تجعلها قمة استثنائية تضاف إلى القمة التي مرت على القادة والزعماء العرب وشهدت أحداث جسام زي القمة العربية الحدث في 1956 في بيروت إبان بعد العدوان الثلاثي على مصر قمة 1976 في الرياض القمة العربية المصغرة لحقن الدماء في لبنان قمة 2002 اللي تبنت مبادرة هامة جدا وهي المبادرة العربية لإسلام وتحدثنا فيها مع السفير حسام زكي هقولك اتكلم معنا وقالين أي لكن الملاحظ أن هناك شعور من المواطن العربي والإعلاميين العرب بأن هناك خطر يحيط بالمنطقة كلها لأول مرة بسمع مصطلح هو مصر خالص منذ 2014 وهذا المصطلح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على هذا المصطلح وهو الحفاظ على الدولة الوطنية لأول مرة في زيارات مختلفة لدول الخليج العربي أسمع مثل هذا المصطلح الحفاظ على الدولة الوطنية دولة الحفاظ على الدولة الوطنية بدأ الجميع يشعر بخطورة هذا المقطط الغريب الذي يريد تقسيم وتفتيت المنطقة لصالح دولة معروفة بعينها في المنطقة هي دولة إسرائيل ومن ثم هناك حالة من الوعي لدى المواطن العربي بأن هناك خطر كبير يحيط بالمنطقة العربية وأن الرؤية المصرية سبقت الجميع وحذرت الجميع من هذا الخطر وضرورة أن يتكاتف الجميع للتعامل مع هذا المنطقة المنتظر أن حجم هذه التحديات أن تترجم في قرارات قمة إعلان البحرين الذي سيصدر عن القمة العربية الثلاثة والثلاثين هذه نقطة النقطة الثانية معالي سفير حسام زكي أول سؤال توجهته له عن كيف ترى التعامل المصري مع ملف القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي الحاصل لوصل على الخط الحدودي والشريط الحدودي كان هناك إجابته تشير إلى كيف هو الوضع العربي والتعامل العربي مع هذا الملف هناك تثمين جيد جدا وإشادة كبيرة جدا من جانب وزراء الخارجية العرب ومن جانب المشاركين في هذا الاجتماع للدور المصري والتضحيات التي قدمتها مصر فيما تعلق بالقضية الفلسطينية والدعم الفلسطيني أيضا في التصرف المصري الحاسم والحكيم في التعامل والسريع في التعامل مع ملف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والدور المصري المستمر لنزع فتيل هذه الأزمة هناك تثمين كبير للدور المصري إشادة كبيرة بالدور المصري شعور كبير بأن مصر فعلا هي عمود الخيمة الذي يستند عليه العرب وقت الأزماتي والشداد يعني هذه هي عنوين سريع عما يحدث هنا في المنام هل تلمست أو استشعرت أن هناك غضبا أيضا منصب على الإدارة الأمريكية أم أنه الغضب منصب على الإسرائيليين فقط يعني أمريكا شريك كل العالم يعلم أن أمريكا شريك صحيح يوسف يمكن دي نقطة هامة للغاية وهذا الغضب بالتأكيد يتحمله جميعا يحملوها هنا نحن نتحدث عن مراقبين خبراء في الشأن العربي التقينا بهم هنا من مختلف الدول العربية البعثات الدبلوماسية وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماعات وزراء الخارجية العرب للتحدير للقمة على مستوى القادة والزعماء الجميع هنا يرى أن الموقف الأمريكي منحاز للغاية الموقف الأمريكي يعني يكيل بميكيالين الموقف الأمريكي هذه المرة لا يرى إلا ما تراه إسرائيل للأسف هذا ما يتحدثون عنه هنا أيضا التصريح الذي صدر اليوم من البيتط الابيض بأن ما يحدث من جانب عضوان إسرائيل غاشم على المواطنين العزل في قطاع غزة وليس إعقاب جماعي هذا تصريح استفز الجميع هنا للغاية استفز المواطن العربي يتحدثون عن الشرع العربي استفزه للغاية وكان هناك نستطيع أن نقول رد رسمي من جماعة الدول العربية من خلال كلمة سيد الأمين العام أحمد أبو الغيط في كلماته الافتتاحية في اجتماع وزراء الخارجية العرب قالها صراحة بأن ما يحدث على الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة هو تطهير عرقي صحيح 100% صحيح 100% وده تصريح مسؤول من مسؤول كبير وهو يعني الأمين العام لجماعة الدول العربية أنا بشكرك جدا زميلي وصديق العزيز محمد عبد الله موفد التلفزيون المصري من المنامة إسرائيل كلها وحوش بشرية ما يحدث في إسرائيل هو إبادة جماعية دولة قامت على أساس التطهير العرقي دولة تانية تساندها لأنها شريك وليست مجرد مساند أو يقف حتى بشكل منحز هي شريك رئيسي إحنا بنتكلم على دولة هي اللي بتمول وهي اللي بتساعد إلى آخره الفلوس اللي بتدفع لإسرائيل ما بيحصلش بيها تنمية صحية أو للقطاع الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية الفلوس اللي بتدفع في إسرائيل ما بتساهمش فيه القضاء على ظاهرة المشردين في شتى الولايات المتحدة الأمريكية في كل شارع في كل ولاية في كل مدينة مش هقولك بس في كل مقاطعة ده اللي بيحصل المجتمع الأمريكي أكيد أكيد يرفض ما يحدث من هذا البيت الأبيض بلد فيها أزمة اقتصادية بلد الدولار بتاعها مهدد على خلفية تصريحات بالكثير من الخبراء الاقتصاديين ولا زالت مهتمة بل ومصرة إنها تساعد هذا الكيان المحتل الغاشم الممتلئ بالوحشية أو بالأحرى لا يمتلئ إلا بالوحشية في النهاية خالص طب وبعدين ده سؤال مهم طب وبعدين وبالمناسبة وبعدين دي لازم توجه لنا إحنا المجتمع العربي ترجمة نانسي قنقر